السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونهارو بسرقيا ومعكم اليوم مقطع جديد من سلسلة الماستر ليج. لا تنسوا اللايك بالبداية والاشتراك بالقناة اذا ما كنتم اشتركين. شكرا على الدعم يا جماعة الحلقة الماضية وصلت 25 الف لايك. وانا قلت لكم هاي الحلقات اذا بتوصل 25 الف لايك. بنزلكم حلقة لي بعدها على طول. محبت اني ما اتأخر هاي الحلقة جل جلد غير طبيعي بالتعاقدات بالمباريات بكل شي. فهاي الحلقة طبعا رح تبدأ فيها ان شاء الله فترة الانتقالات رح نحاول نتعاقد فيها مع شوية لعبين. المهم ان تضغطوا على اللايك بالبداية وتشتركوا بالقناة زي ما كنتم مشتركين بالمعلقة تعبوني في تويتر وانستجرام. روابط حساباتي بالدسكريبشن. وان شاء الله انوا رح تشوفوا الشي رهيب. فيلا ما منطول اكتر بالمقدمات خلونا نبدأ. طيب شوفوا ما شاء الله من البداية مباراة ضد مانشستر سيتي لسا المباراة اللي قبلها كانت ضد ليفربول. الله يستر. طبعا كنا محتاجين اقتراحات للهجوم واضح اني رح اتعاقد مع مهاجمين. لكن بدك تنتظر لتبدأ فترة الانتقالات لان الميزانية عندك معدومة صح. فهي المباراة مهمة اذا لاحظين فرق النقطة. اذا جماعة بيني وبين ليفربول فرق النقطة بيني وبين مانشستر سيتي ثلاث نقطة الفرق بس. يعني اذا خسرت هذه المباراة ممكن تروح علي صدارة الدورة. فلازم اني فوز يا رب اني فوز يا رب. هاي احصائيات اللاعبين يا جماعة. اوه ديم. مين 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 اكتر لعب مسجل الهدف توريس مسجل 23 جول. بالمقابل مسجل ستة بس. وانا بقاعدة بركض اني بدي بيع توريس. امباب 12 جول. يا خي فهران انت رجع بس رجع. يلا يا ميسي. يا براوين يا ميسي. ما ارجل يا خلت. يا طعا اما السلكان يا اخي شو هم يصير. والله ما اللي فهمان شو هم يصير. شلو ان شاء الله واصلا شلو مرت مع ميرتنز والله ما اللي فهمان شي. روح روحي توريس روح روح. سرعة 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 بس. والله حرام الضيء. مفروض بزاوية الحارس. مفروض بزاوية الحارس سهلة كانت. هدول فريقهم كثير بيضات يا جماعة فتقدر تاخد انفرادات بالراحة اذا فريقك سريع. المفروض انك تاخد انفرادات. مفروض بزاوية الحارس. يلا. سلام. يا عيني الباص. الله ياخدك يا توريس. يا جماعة ضياها. ضياها رح انجلت. في فول. يا رب يا رب انه بتنشاط. نجرب نجرب يا شباعة. والله كان ممكن والله كانت قريبة. يا رب. توريس توريس. شوت. الله. ما بيهم ما بيهم المونفز. او لا مونفز. المونفز اشجلت. لسا 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 المباراة فيها وقت. هذا هو هدف. حض. يا ميسي يا اخي ليش هيك شطا. انها المفروض على من هيك ميسي كتير عم يضيع فراس. جيبو. شيل 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 شيل. الحمد لله. انا هجمت الفريق وانسيت رجعهم بعد ما سجلت الكل. يلا بلعوة يا الستي باخر الوقت فزناولي. والله يشوف يا جماعة والله يشوف. لايك الحصائيات لان احنا هحسن منه. هيك شوف الفرق صار 6 نقط لو فازوا. طبعا كان ممكن انه نستطدروا الدوري. وانا ما بستفيد شي بها الحالة. فالدوري صعب مباريات صعبة مالة سهلة. فانا عم حاول اني يفوز بكل مباراة. ايوة جاية عرض ل. آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ. يا جماعة رسوم الاستغناء 150 والله قليل. يعني في زفري دفع 150 بياخدوه. الصراحة رسوم الاستغناء والله ما راح يستغني عنه باقل من 200 مليون توريس. حرام والله. والله حرام. خلي بقى. ماشي. عنا مباراة ضد لتزيونيتد. خلينا اوصل لان فترة الانتقالات بأسرع وقت. فازنا 200 صفر والسيتي فازوا. سيتي ورانا يعني. اي غلطة اشوف حتى ليفربول صار مركز ثاني. اي غلطة الستي عم يستنوني وليفربول عم يستنوني. فالله يستر. عنا مباراة بدور المجموعات. بدوري أبطال أوروبا. ضد باوك. سهلة كمان. خمسة واحد. خلص اهلنا هيك على صدارة مجموعتنا نحن. الحمد لله ضمن التأهل على دور الستعاش. لانه هدفي فعلا ان يفوز بدوري الأبطال هذا الموسم. عنا مباراة الآن ضد لستر سيتي. هاي اخر مباراة بالشهر ادعش. وبعدين ندخل بشهر اتناش. لستر ترتيبا يا جماعة من بينين باول عشرة. فغالب انهم سايقين. وخمسة واحد. والله داعس يا جماعة. والله داعس. والسيتي ان شاء الله يكونوا خسروا. سيتي ويني يا شباب. سيتي فازوا واحد صفر كمان. مهما احدا عم يوقفون هالفريق. اوه افضل لعب العالم ميسي. الكرة الدهبية هي بس انها شوي يعني تعبانة. مدري شبهها. اصلي والله. اتوقعت يا طولة توريس. شايف توريس هو الهداف عندي وهو اللي عامل كل شي. هي وكفو كفو ميسي فاز بجائز افضل لعب العالم. الحمد لله. قديش؟ اسبوع. ما رح نخلص من الاصابات يعني ولا شو القصة بالضبط. خلص ننزل الاسطورة مكان خلط. انزل لني الاسطورة جلد جلد. جلد لا ترحم الخصوم. ما اعتمد عليك كالصراحة بالمباريات الجاية. طالما صعب هذا خلط مدريمين. خلص الاعتماد على الاسطورة لينجارد. اسطورة ماشستر الاول والاخير. هات نعمل اسكيبلا هاي المباراة. وبيبعنا مباراة ضد ميلا. كله خمسة واحد عم نفوز ان شو القصة. انا كان بيودي اني لعبها بس احنا هيك متأهلين بصدارة المجموعة. فخلينا نحاول نعمل اسكيب بحيث ان نوصل على دور المجموعة. او نوصل على فترة الانتقالات باسرع وقت. ان شاء الله يكون توريس وافق بس. فزنا واحد صفر. طيب خلينا نلقي نظر على ترتيب المجموعات. مين طلع بقى؟ بايران تأهلوا. يوفنتس واتليتكو مدريد. ليفربول وباريس سان جرمان. ريال مدريد اتأهلوا بس انه التاني ريال مدريد مو الاول. واي اكس. اوكي ترتيب المجموعات منطقي الصراحة مالي شايف شي غريب. او ميلا طلعوا. او ميلا. نايس. مع اننا نشوف هنا. عنا فكرة احصياتهم هنا وبالباو نفس كل شي. تعادلين وفوزين وخسارتين. ونفس عدد الاهداف اللي سجلوها ونفس اللي تلقوها. ما شايف؟ هات لنشوف مباراة نيو كاسل واحد صفر. اوكي فزنا. السيتي فازوا ليفربول وفازوا. مباراة تشيلسي بقى رح يلعبها ضروري جدا لانه تشيلسي بالمركز. اوه شوف ليفربول. ليفربول صاروا التاني بفرق ثلاث ناط عن السيتي. يعني السيتي خسروا شي مباراة. فهاي المباراة ضد تشيلسي رح يلعبها. وبعدها رح تبدأ فترة الانتقالات. ماشي؟ لانه تشيلسي بمركز رابع فريون اوي. يرفع رسوم الاستغناء. اوكي مليون ميتين مليون وافاء. اوكي. خلينا نجدد له مشان انا رح جدد له بيع في فترة الانتقالات طبعا. والله ميزانية الرواتب راحت فيها. طبعا الاسطورة الاسطورة يا جماعة نزل. ياه يا اللمسي. شوف شوف الباص. شوف التحرك بس شوف. ياه. يعني يا رباه يا رباه بس. يلا. اوكي تهديد اول هذا بيسموه على المرمى. كفو والله كفو يا كيميتش. صراحة والله يا جماعة كيميتش بالنصب. يا عيني يا الاسطورة يا اخي. يا اخي لا تعب حالك خلص مضروا يتعب حالك بزيادة. رفت بس كيميتش بالنصب والله خرافي الصراحة. شوف شوف شوف. شوف ما احدا بيقرب عليه لانه بيعرفوا رح يروغ. يا رباه. لا لا. يا عيني يا لينجرد يا الاسترجاع. يا اخي شو هاد شو هاد هذا هذا لاعب وبأيث اللاعبين بيحسبوهن. لعيبة. هذا مستوى ثاني عن الكلف عاليا يعني. شوف شوف الباص شوف شوف. ياه ياه. راشفورد. يحاول ان يلعب كرة بينيا. واحدة باللينجرد. لا يا اسطورة لا لا. ما عرف انا انت بدك ترقف بالفرق وما بدك تزعلهم بس حرام عليك. يعني ما كان. يعني هلا بس نأمن نتيجة انت رقف ينضيع فرص. بس هلا لسه بكين على تضيع الفرص. هذا لينجرد شكله لشعلا. شوف لينجرد شوف. شوف الباصات ياه ياه يا الباصات يا لينجرد. يلا يليو. يا الله. يحصل بعودة اللاعبين من استرد. يعني يا لينجرد. يا اسطورة يا اخي زودت زودت انت بزيادة لينجرد. حسنا. خورة من جئتي اليمين. عرضي. أرجوك دوريس. حط. يا شباب. راشفورد. يا راشفورد. لك شاب تشوتك راشفورد. لا لا. والله انك تيس. والنك تيس يا راشفورد. كمية الفرص اللي ضاعت. طولية الحارس. والله حرام يفوز والله العظيم حرام يفوز. هاي المباراة فعليا حرام يفوز علي. ليك كم هجمة جايتني. سبع هجمات ولا قدرت تسجل جول واحد. شوترتي بالدوري هيك. فرق ثلاث ناط يا جماعة بيني وبين ليفربول. يعني خسارة واحدة وليفربول وصل لعنا. خلص نحن هيك. يعتبر دخلنا تقريبا بفترة انتقالات. عنا مباراة ضد نوريتش سيتي تقريبا هذول. ما بعرف مرحل لعبة الصراحة. مباريات السهلة هي. ولكن هلأ خلت رجع. الان بدأت فترة الانتقالات. رح اجل الجلد رح بيع توريس. ورح بيع شوية لعبين. ان شاء الله يرجع من الاصابة بس رعوقت لانه والله انه لاعب حاسم بس. مصاب شو ساوي بقى. ما عندي حلول هجومية. لا لا جاي عرض للأسطورة. لا يا حبيبي لا لا. تعرضوا بتحطوا صفرين زيادة ولا تلتة صفار جنب الرقم. ممكن نفكر فيها لكن هيك لا. شوف بقى ماشي. الاهم عندي ان يبيع بعض اللاعبين اللي عاملين لي مشاكل. ماشي ام ياخدوا رواتب كبيرة. ميسي رح خليه. قيمت لعب السوق كثير عالي رح ضيفه على قائمة الانتقالات. اذا اجع عرض ممكن فكر. عرفت؟ لانه والله قيمته كثير كثير عالي. وراتبه كمان ميسي 35 مليون يا جماعة. يعني اخذ لي كل الرواتب. بالنادي. بالنسبة لتوريس كمان انا ضيفه من الاول. لكن للان ما اجع عرض. للأسف. قلت بصراحة رح حاول ان اضيفه على قائمة الانتقالات. اذا اجع عرض ممكن ان يبيعه. قلت منيح بس مو مثل فيفا ابدا. ابدا مو مثل فيفا. وطبعا الدفاع زحمي. عندي فاران وديفينسون سانشيز وبيكنباور وكلوسترمان. فممكن انك تبيع فاران او. او دفينسون سانشيز يعني عادي. الاثنين مفرق كبير بالريت. خريسيانة والله ممكن ان يجيبه على الجناح اليسار. بس تشوف ما بقدر اتعاقد معه هلا. لازم انك تبيع. اذا ما بعت لعبين ما رح تقدر تتعاقد معه ولا لاعب. شوف ولا اي حدا بتقدر تتعاقد معه. لكن والله مليان لعبين ممكن انه نتعاقد معه انه لعيبة كثير قواية. لكن مثل ما قلت لكم. بدك تبيع. اذا ما بعت ما في. ما بقدر اتعاقد معه ولا لاعب. هات نعمل سكيب لهي المباراة. فزنا واحد صفر. هي كأس يا جماعة ولي. لا تقام المهم انهم نفوز. طيب. نحن نلعب بقى المباراة جاي ضد ايفرتون. واذا فزنا ممكن نلعب ضد ليفربول بعدة. فالكأس مبارياته له ما لا سهل ابدا. جاني عرض لدا دا بينسون سانشيز يا جماعة. شوف بستين مليون. هو قيمته بالسوق خمسة وخمسين مليون. والله ما بعرف شايفة منيحة. لانه عم ياخد راتب ايد عشر مليون واصلاء ما لا عم يلعب. ماشي؟ مباراة ضد كريستال بلس. فوزوا يا شباب فوزوا بالله. واحد صفر الحمد لله. تشيلسي فازوا. ايوة ليفربول والسيتي لعبوا ليفربول خسروا. نايس. حلو حلو حلو. يلا فرق فرق صارت من نقط. ممتاز 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 ممتاز. صار بقدر اتعاقد يا جماعة مع اي آيكون بدي اياه. عرفت? وبما انه هذا اخر موسم وانا بدي اول فريق على الاخر فلازمني لعب اوي. خلينا نشوف ميلي ناقصنا. انا عم فكر اني بيع ديمبلي بس عم بستني يجيني عرض متل الناس. بابي بع اسبوع وبيرجع من الاصابة فخلص يعني بتقدر تقول خلص ما بقي ما بقي اشي وبيرجع. رح يرجع ينزل خلط ماليشة الاسطورة رح نخليك تريح شوية مشان يعني انت ترتاح ومستواك يضل اسطوري. والله شوف يعني يا نيمار يا الدون. ممكن نيماري جماعة. نيمار حسه كمان كتير ممتاز. كتير ناس بيقولولك انه بيبيس منيح كمان نيمار. شوف ميزانية الراتب فوق عندي اربع وعشرين مليون وطالب راتب اثمان وعشرين. وما لو رح يقبل اصلا. طبعا في ا اتنين كريستيانو. اه هذا ال اربع وتسعين وفي واحد ثاني اكبر بالعمر. فما عرف ادي الريتنج. الريتنج تبع واحد وتسعين. خليني اخد الدون. صراحة انا الدون كتير كتير شايف انه فكرة حلوة اني تعاقد معه. اه طبعا بدك تدفع واحد وتسعين مليون رسوم انتقال. وراتبط منتعشر مليون. ماشي. فبيصير عندي مين بالهجوم. بصير عندي الدون وميسي يا جماعة بالهجوم. يعني اوى من هيك هجوم مستحيل انك تلاقي. صراحة. والله ميزانية الر ولا بطيخ. ميسي وكريستيانو رونالدو. وعندك مبابي. يعني عندك كمية لعبين غير طبيعية. فهاي الدون من قل له بالفريق صار عندي هجوم خارق. والمفروض ان يفوز بدوري الابطال. رح عمل اسكيب معلش لمباراة ارسنل. اه ما ليحس انه يعني ارسنل الفريق كتير صعب. فنحن ستين نقطة بفرقة من نقطة يا جماعة عن صاحب المركز الثاني. فيعتبر مأمنين وضعنا نوعا ما. خلينا نشوف الدون وين بدنا اللعبه. ممكن اللعبه مهاجم ممكن اللعب الصراحة. مرحب يا دون. مرحب يا مرحب. والله اضافة كبيرة عودة كريستيانو لمانشستر. لا تنسوا انه كان بمانشستر من زمان. والان رجع كريستيانو من جديد على مانشستر يونيتد. منور يا وحش منور. اوكي عم يوقع على الهواء كانه بس. اوكي المهم انه وصل على النادي. صعتي كريستيانو رونالدو رقم سبعة. انا ما بعرف حطي لي مبابي رقم سبعة. رح اعطي مبابي الصراحة رقم 11. ماشي. ومين اللي رح ياخد رقم سبعة. اكيد كري تشكيله وشوف الدون. ماشي. خلينا نشوف كريستيانو رونالدو كيف. اوكي. تلحلي هو المصاب. لا. اوكي. رجع ناحية صار 94 يا جماعة. وممكن يلعبوا مهاجم. المهاجم شوف 95 اذا بتلعبوا مهاجم. يعني اذا بقدر بيع توريس الان والله رح يكون شيء اسطوري. بلعبوا بهجوم هو ميسي شيء اسطوري باع الاخر رح يكون يا جماعة. بس ان شاء الله نقدر. شوف الطاقات. الطاقات ممتازة. القفز عالي. الصراحة يعني مو افضل شيء 85. هذا الدون انضم للف طريق ما فيه جماعة والله توريس ما حدا عبره ولا عطوه اي عروض. فظاهر ان ادندون بس الا اذا نبعشي لاعب كمان. ماشي? لكن بالوضع الحالي والله انه صعب. انا مبارضة بيرنلي رح عامل بس بدي شوف هل رح يجي عروض زيادة ولا لا? ارجوك يا اخي. ثلاثة صفر كفو كفو تشيلسي خسروا. واجه عرض لهندرسون حارسنا. وللندلوف ماشي رح بيعوا بيعوا. بيع بيع الندلوف. امت بس ستو 20 مليون هي رح يضحقوا علي كانوا. انا حاطتي جماعة العروض المعقولة هي معناها انه العروض التي تتخطى سعر السوق فقط. ما طبيعي هيك ما حدا رح يرض له. انا فكرت العروض المعقولة يعني يعني ممكن حتى لو واحد عرض قليل يعني عادي. وكان باور على فكرة يعني ممكن يلعب بالدفاع العادي ازا ازا اجاع عرض والله ما بقول لا. ومشان هيك ميسي ما عم يجي عروض كمان. لانه انت بالسوق خمسمائة مليون. يعني ازا فريق بدي يعرض لازم يعرض فوق هيك لي حتى يوصلني العرض بالاصل. طيب بسم اللهات لنشوف هل اجاع عرض لشي لعب. اجاني عرض لباكين باور. يا سلامو. اجاني عرض لدمبلي. والله باكين باور يا جماعة والله صفقة منيحة. بس على دفاع ليك ادي عطي راتي ب20 مليون انا. جايا عرض يا جماعة ب96 مليون مريال مدريد. وممكن ارجع العب بفارون وكلستر من عادي يعني. كلستر من كتير اسطوري وسريع الصراحة احسن من اغلب المدافعين. شوف السرعة 92 والتسارع 92. يا الله روح. اروح يا باكين با والله ممتاز. دفاع الرجع هيك على فكرة كريستر من كتير اسطوري. حسيته احسن من بيكين باور. بيكين باور مشكلته انه ما حسيته كتير سريع الصراحة. فهيك ممتازة. خلت على فكرة ازا اجاع عرض ممكن ان يبيعه. فالافضل الان ماشي? ازا بدي خلي ميسي مهاجم. اتعاقد مع جناح يمين يكون اسطوري. ماشي? ازا بدك خلي ميسي مهاجم هو والدون. فاتعقد لك مع جناح يمين اسطوري. والله شكله يا جماعة هيك الهجوم رح يكون. ازا ما قدرت بيع توريس. رح حاول بدله مع شي لاعب. ماشي? هجوم هيك بشي نادي. ازا ما قدرت بيعه. شكله هيك رح تكون الخطة. اتعاقد مع وبدل مع لاعب من اللي عندي. لعبون الاستبدال. ايوه. يا رب انه يوافق هي اخر فرصة. يا اما منجيبني مار. يا اما منخلي توريس. توريس مو سيء بس انا ما كتير يعني حابب العافي. ما شك انهم وافقوا ما. ياهو ياهو عطيتهم توريس وما وافقوا. والله ممكن جيب كرويف او ماردونا هيك انه اخر فرصة لانه فترة الانتقالات رح تقفل وما فيني اعمل اي شي. ماشي? هي بنهاية فترة الانتقالات. لانه خلص يعني انتهت فترة الانتقالات وما عند اقدر اعمل اي شي. فازا بدي اتعاقد معا بدي يدفع سبتاشر مليون. ومبلغ كبير الصراحة. فخلينا ناخد يوهان كرويف ان شاء الله يكون خيار ممتاز بالهجوم. ماشي? اه طبعا بتشوفوا ماردونا اقوى. لكن اغلب الناس قالت لي انه ماردونا طاقت على الفاضي. فانا اخدت بهاي النصيحة. وخلص ف يلحق. تمام? رح جربوا مكان طوريس. الصراحة انا كنت عم فكر بمسألة اني لعب الدون مهاجم. لكن صعبة. بدك اقتطرت لعب كرويف جناح. فصعبة صراحة ممكن خليها هيك احسن. ميسي والدون على الاجنحة. يا اما ازا بدك تلعب بابي يشوف كيف بدي يضعف الريتنج طبعه. فراح جربها هيك. اذا ما نفعت ممكن اعدل. بس مبسطت كتير. عندي عندي طوريس على الاحتياط. عندي ديمبلي. عندي كزا لعب. ممكن اللعب مبارئة بهذا. مبارئة به موجود. في لعب اكتار من الاخر ممكن. اني استخدمهم. فشكرا لانكم على المتابعة. هيك اني ندر ان نوصل الى نهاية. ان شاء الله تكونوا مبسطتوا واستبتعتوا بالمقطع. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة. ان شاء الله اول ما يوصل المقطع هذا خمسة وعشرين الف لايك. فورا رح هنزلكوا الحلقة اللي بعدها من السلسلة. واشتراكك بالقناة كمان مهم جدا جدا جدا. فشكرا جزيلا لانلاقيكم عن الدعم. تابعوني على تويتر وانستجرام رابط حسابي في ديسكريبشن. وبس اشتركوا في القناة.